أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوش على دعم جميع مؤسسات الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدا على قيم المحافظة باتخاذ الإجراءات من أجل هؤلاء جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم الذي أقيم في مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش ودع المحافظ إلى زيادة الوعي لدمج ذوي الهمم في مختلف مناحي الحياة ودعمهم والمسندة على تأهيلهم للاندماج مع باقي أفراد المجتمع اشتركوا في القناة